موسيقى 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 أهلا بكم سنتان يا أعدادي ومعنا درس جديد هو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موسيقى عشى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفلته وشبابه في رعاية ربه علشان يعده لحمل رسالة الإسلام ومرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أحداث مختلفة أول حاجة هنتكلم عنها هي نزول الوحي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيخرج إلى غار حراء وبكان يمكس فيه أيام بعيدة عن الناس علشان يتعبت فيه وتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتعبت في غار حراء حتى بلغ الأربعين من عمره طبعا إذن نعرف ما هو المقصود بالوحي ده هو ما ينزله الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام وفي إحدى ليالي شهر رمضان الكريم نزل جبريل عليه السلام بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبت في غار حراء فضم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ فأعدها جبريل مرتين فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ فقال جبريل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وبالفعل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده عاد إلى بيته هو يرتجف فدخل على السيدة خديجة زوجته صلى الله عليه وسلم فقال لها زملوني زملوني يعني غطوني علشان يذهب عنه الفزع اللي هو كان فيه وأخبر زوجته صلى الله عليه وسلم بما حدث له فبدأت السيدة خديجة أن هي تطمئنه وتقوله الله لن يغزيك الله أبدا وبدأت السيدة خديجة أن هي تذكره بعد الصفات الحميدة فقالت له أنك تصل الرحم وبتكسب المعدوم وبتعين على النوائب الحق وبعد كده أخذته السيدة خديجة وانطلقت به لابن عمها وكان اسم ورقة ابن نوفل ثاني كان ابن عمها اسم ورقة ابن نوفل وده كان عالم بالإنجيل وكان على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام ولما راح لورقة ابن نوفل بدأ يطمنه وأخبره بأن هذا هو النموس يعني الوحي الذي أنزله الله على موسى وبدأ كمان يقوله أنه سيكون نبي هذه الأمة وبعد كده جاء جبريل عليه السلام مرة تاني للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بأنه سيكون رسول الله وكلفه بحمل رسالة الإسلام إلى الناس وبدأت مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودلوقتي هنتكلم عن مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا أول مرحلة هي مرحلة سرية الدعوة ودي بدأت من البعثة حتى السنة الثالثة من البعثة عندنا مرحلة التانية ودي الجهر دون مواجهة ودي بدأت من السنة الثالثة من بعد البعثة حتى الهجرة وعندنا مرحلة التالتة ودي مواجهة المعتدين على الدعوة ودي بدأت من السنة الثانية من الهجرة حتى السنة السادسة للهجرة وآخر مرحلة وهي المرحلة الرابعة ودي عالمية الدعوة أول حاجة هنتكلم عنها هي مرحلة سرية الدعوة مرحلة سرية الدعوة دي استغرقت حوالي ثلث سنوات ودي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو المقربين منه وهم أهل بيته وكان أول من أسلم من النساء هي زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وأول من أسلم من الصبية هو ابن عمه علي بن أبي طالب وكان عمره حوالي عشر سنوات وأول من أسلم من الموالي هو زيد بن حارس رضي الله عنه وأول من أسلم من الرجال هو صديقه أبو بكر صديق رضي الله عنه عندما بدأ عدد المسلمين يزداد حتى بلق عددهم اكتر من 30 واحد اختال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دار ابن ابي الاركم لتكون اول مدرسة في الاسلام ممكن يجي اسأل بما تفسر اهمية دار الاركم ابن ابي الاركم ليه علشان يتعلموا فيها مبادئ الدين الاسلام فكانت اول مدرسة في الاسلام وبعد ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى جبل الصفا فقال لهم ارأيتم لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الجبل تريد ان تغيروا عليكم اكنتم مصدقي فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فاني نزير لكم بين يدي عذاب شديد فقال له عمه ابو لهب تبا لك سائر اليوم اليهذا جمعتنا فتوعده الله بالعذاب ومنذ ذلك اليوم بدأت مرحلة رحلة جديدة من المحن والابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا زلني اعرف ايه هو موقف كريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كريش رفضت دعوة النبي وحربتها منذ اللحظة الاولى وظنت ان هي هتهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل وان هي كمان بتخالف دين اباءهم واجددهم ممكن يجي اسأل بما تفسر رفضت كريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحربتها منذ اللحظة الاولى ليه علشان اول حاجة ظنت انها تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل الحاجة التانية علشان بتخالف دين اباءهم واجددهم وعاوزكم تلاحظوا حاجة مهمة جدا ان كريش ما كانتش بتدرك ان الدين الاسلامي سيكون سبب في عزتها ورفع مكانتها بين العالم وهنا بدأت كريش في ازاء الرسول صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوسائل عديدة اول حاجة ان هم تهو النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والسحر والكذب الحاجة التانية تعرض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاشد انواع العذاب ولكنهم صبروا وسبتوا على دينهم تب هالكريش ادرت ان هي تردهم عن دينهم لا طبعا كريش فشلت ان تردهم عن دينهم فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الاموال والزعمة ولكنه رفض وقال لعمه والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه ما تركته وطبعا عندما رفض النبي صلى الله عليه وسلم عرض كريش اجتمعت كريش على حصار المسلمين وبدأت ان هي تقطعهم وتقطع من يقف بجوار من بني هاشم وبني المطليب لمدة كم سنة؟ ثلاث سنوات ثاني لما رفض النبي صلى الله عليه وسلم عرض كريش اجتمعوا على حصار المسلمين وقطعوهم لمدة ثلاث سنوات عندنا بقى حاجة مهمة هي الهجرة الى الحبشة او ما تسمى بالهجرة الاولى ودي كان اسبابها هي ازدياد ازاء كريش للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحبشة تب ليه علشان كان فيها ملك لا يظلم عنده احد كان اسمه النجاشي وكانت ارضه هي ارض صدقه فخرج بعد المسلمين اليها تب ايه هو موقف اهل الطائف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رفض اهل الطائف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وامروا بازاؤه فانطلق عائدا الى مكة مرة اخرى ودلوقتي هنتكلم عن اخر حاجة وهي رحلة الاسراء والمعراج ودي كان اسبابها ان اراد الله سبحانه وتعالى ان يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فقد عمه وزوجته وكمان بعد ما رفض اهل الطائف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ايه احداث الرحلة دي ان ارسل الله سبحانه وتعالى اليه جبريل عليه السلام ليستحبه في رحلة كانت معجزة دي سمت برحلة الاسراء والمعراب حيث اسر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وبكده نكون انتهينا من الدرس كان معكم مستر اسلام زكريا لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس